موسيقى صباح الخير مشاهدينا الكرام نرحب فيكم في هذه الحلقة من السياسة اليوم الثلاثة 13 حزيران 2023 بشرفني رحب بضيفي بالاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سمير الحسن أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سمير صباح الخير بمحاور هذه الحلقة بطبيعة الحال يحضر بثقلة وبكل أبعاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الغد هذه الجلسة بالنتيجة التي أصبحت معلومة ومحسومة أنها ستخلص إلى لا رئيس ولكن السؤال هل منه فجأت وأي جديد ستحمله لدخول مرحلة ما بعد 14 حزيران ماذا عن تدعيات الشغور إذا ممتد وهل سنكون أمام مشهد مشبه مشهد استحقاق 2014 أيضا سنتوقف عند التحركات العربية والدولية تجاه لبنان والتقاطعات والتباينات تجاهه بظل التباين العربي والدولي تجاه يعني ملف الأزمة اللبنانية المتشعبة ورؤية كل طرف لهذه الأزمة والمصلحة التي يريدها من هذا البلد أهلا وسهلا فيك سيد سليل خلينا نبلش من جلسة بكرة ويعني لنبدأ هيك بسؤال عام ما الجديد الذي ستحمله جلسة الغد إذا كانت مثل ما ذكرنا النتيجة محسومة لا رئيس للأسف هناك محاولات لتسجيل أرقام وليس السعي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي والذي كان يتطلب حوارا جديا بين كل الأفريقاء ما شهدناه طيلة الأيام الماضية من حملة أعلمية كبيرة وتهويل حتى باتت أقرب إلى البورصة منسوبة بيطلع بينزل أنا باعتقد كل القوى متواطئة على عدم إجراء أو إنجاز الاستحقاق إنما هناك فريق يحاول تجميع أرقام ليبدأ بأولى محاولات العزل للسنائي وحلفائه حتى الآن لا توجد مؤشرات على تغليب فريق أو كف على أخرى بالعكس غدا سنكون أمام مفاجآت بدون شك لأن تلك المحاولات أو هذا الفريق تحديدا من الألفين وخمسة وهو يخود حروب بالإعلام يخود حروب تهويلية أكثر مما هي واقعية وعند الزهاب إلى الترجمة تتبخر كل تلك المحاولات كان البلد منذ أن دع الرئيس نبي بر إلى حوار كان حاجة وضرورة خاصة ما أنتجه المجلس النيابي من كتل صغيرة والمجلس منقسم ومشرزم بطريقة يتعذر على فريق أن يأتي بسلسان 86 لإجازة هذه الاستحقاق بغياب التوفقات أو بانتظار انضاج التسوية في المنطقة يزداد الاستعصاء في الداخل أكثر فأكثر لذلك هناك فريق الذي اجتمع على الوزير السابق جهاد أزعور وأسمى تلك المعركة تقاطع على شخصه لجهاد أزعور التقاطع عادة توضع عن مفترق الطرق يعني بيوصلوا على مفترق الطرق عند التقاطع وكل يذهب في طريقه كل الهدف وأنا مبارح كنت بأحد المحطات وكان في مداخله للنئب فيهدي كرام بيقولوا نحن الهم الأساسي أن لا يصل مرشح الممانعة كويس هذا الحقيقي بس ولكن يعني يدفع هؤلاء إلى تقديم مشروع وأي مشروع في لبنان إذ لم ينطلق من المصالحة الشاملة من الحوار الشامل يكون يعني تكريس لحولة الانقسام وهذا لن يؤدي إلى مكان يخرج البلد من أزمته يفرمل الانهيار يوخف ما يتعرض له البلد مظروف معيشية اقتصادية بالعكس كان في فرصة كبيرة أن تذهب الأفريقاء إلى حوار حقيقي وجديد وعادة الحوار بيصير بين الخصوم بين المختلفين وليس بالضرورة أن يكون بين الأصدقاء حتى الآن لا توجد رؤية واحدة عن هؤلاء سوى قطع الطريق على أسلمان الفرنجية يعني أن أسلمان الفرنجية هو مرشح طبيعي بالـ 2014 أو بالـ 2015 عندما حددت بكركي الشخصيات المسيحية الأقوى كان أسلمان الفرنجية واحد منهم وفي لبنان ليس بالضرورة أن يكون هناك الرئيس لديه كتلة كبيرة يعني مثلا فيه رؤساء من ليس ساركيس لليس لهريوي لريني معوي ما كان عندهم لا كتلة كبيرة ولكن كانوا مرشحين يعني كانوا مرشحين وكان هناك توافق لأنه كان فيه بدهر جبهات طويلة عريضة بكل الحالة لا أنا أتحدث عن الكتلة بأعتقد بعد 14 ربما ستكون هناك مراجعة لبعض القوى ربما تحاول الآن ما يشبه إبراء الزم إنه عملنا اللي علينا ولكن أكيد بعد 14 سيكون لبنان أمام مرحلة جديدة أتمنى أن يكون طابعا هو الخلاصة أن لا يستطيع فريق أن يكسر آخر فليذهبوا إلى الحوار الجديد طيب استثمير كتير يعني شاملة هذه المقدمة فيها كتير من النقاط اللي بحاجة لتفصيل نهاية حديثك بالحديث عن ما بعد 14 حزيران هل سنكون أمام مشهد يعني أكثر تأزما أكثر توترا يعني إذا صح التعبير استدراج هذا الخارج الذي البعض ينتظر منه إشارات لدخول ربما في شكل حواري شكل تسووي أم بانتظار تسويات الخارج لتنعكس عنا بال2005 كان الخارج في زروة الهجوم لذلك كان يتدخل سلبا المنطقة الآن دخلت مرحلة منها التبريد كمقدمة للتسويات مما يعني أن التسوي في المنطقة أي بمعنى الاتفاقات بالمعنى الإيجابي وليس السلبي هناك دول كانت رأس حربة في الهجوم على المقاومة بال2005 وبال6 يعني الآن هي ذهبت باتجاه تنويع الخيارات لذلك حتى لو كانت تعترض على اسم الرئيس المطروح لدى فريق الممانعة ولكن ستذهب إلى ربط نزاع وليس إلى تطوير للمواجهة لذلك المطروح في الخارج هو أنضاج للتسويات والتفاهمات وليس لتطوير الاشتباك الذي يدور الآن في الساحة لبنانية لذلك لبلنة هذا الاستحقاق ومبادرة القوى الذهاب إلى حوار والاتفاق على رئيس لإخراج البلاد من الأزمة وتأميم بيئة قادرة أن تواكب التحولات في المنطقة يكون هذا يسرع بعملية إخراج البلاد من الأزمة إنما إذا بقي حلل الاستحصاء في الداخل وهناك فريق يراهن خاصة الطرف الوحيد الذي يعمل على الفرملي أو العرقلي هو الأميركي لأنه الأميركي كل الاتفاقات التي تجري الآن في المنطقة براته هو مشفية لذلك ربما هو يقفع باتجاه تأخير إنجاز هذا الاستحقاق أكثر من بقية القوى يعني أنا بقية القوى الفاعلة تحديدا المملكة العربية السعودية ليست الآن بصدد التدخل لمصلحة فريق دون آخر ربما تشجع إنسجاما مع الواقع المنطقة الجديد تشجع على الحوار أكثر من ينتظر تدخلا خارجيا كما كان سئل في الماضي أنا أعتقد هذا الرهان ليس واقعي لذلك يعني أراهن على الحراك الداخلي إذا لم ننطلق من حوار داخلي سنكون نحن أمام مرحلة طويلة من الاستعصاء ويتعذر إنجاز هذا الاستحقاق وهنا ستصبح العوامل الخارجية طاغية على المشهد أكثر طيب يعني حضرتك بالحديث اللي عم تتفضل فيه هل هناك إمكانية للبنانة هذا الاستحقاق؟ لأنه يعني عم نشوف هذا يعني الاستحقاق خرج من إطاره الدستورة من هذا المسار خرج لياخد تشعبات كبيرة عنده هذا البعد اللي عم نشوف البعض يتحدث بالنفس الطائفة البعض وكأنه مثل ما ذكرنا قبل يعني يستدرج الخارج أو ينتظر إشارات من الخارج هل نحن عجزون استاذ سامير عن إنجاز هذا الاستحقاق؟ تاريخيا نعم يعني ولا مرة استطاع لبنان أن ينجز هذا الاستحقاق بعوامل محلية داخلية علما حتى لو تمت التفاهمات في الخارج في نهاية الأمر تحتاجي إلى عوامل داخلية يعني في 2016 صحيح يعني حصل التوافق بس ولكن لو لم يحصل الرئيس سعد الحريري إلى الاستحقاق مثلا كان يتعذر أنه أنت تنجزي لهذا الاستحقاق للأسف انشغال العالم العالم الآن يعيش فراغا سياسيا انعدام وزن نتيجة المواجهة الكبرى في أوكرانيا بين روسيا وأمريكا وأيضا التحرشات اليومية سين تايوان يعني هناك انقسام جدي محاولة لإسقاط الأحودية القبية بغض النظر من سيربح في نهاية الأمر بس ولكن هذا الانشغال يبعد هؤلاء عن أو يؤجل اهتماماتهم بالساحة اللبنانية لذلك نعم الآن في قدرة وإلا الدول في المنطقة القوى الأساسية التي كانت جزء من التحول في الأمريكية أقصد السعودية تركية كيف يتميزان الآن كلهما ذهب إلى تنويح خيارات أنا ما عمقول أطعوا العلاقة لأنه دائما هناك نحن عندما نتحدث عن تبين بين أمريكا السعودية أو تركيا أنه لا ما بيتخلوا نعم بس ولكن الجرأة على تنوع الخيارات مما يعني أن هناك ضعفا أمريكيا أو انحصارا لهذا الدور خاصة إذا انتهت المواجهة في أوكرانيا ستكون هناك في ساحات أخرى جهزة للمخاض أو للإشتعال على سبيل المثال الصين تايوان لأنه المشروع الأمريكي هو تطويق الصين مما يعني أن الآن الأقليم خارج تلك الاهتمامات نعم إذا كان يستطيع الأمريكي أن يؤكد حضوره لأنه هذا صراع أو مزاحمة على النفوذ هذا يعطي هامش لماذا لا نستطيع أن ننجز هذا الاستحقاب لبنانة هذا الاستحقاب فليكن انتخابا وطنيا دون الرهان على الخارج عبر أي قلية هل الحوار وحده يكفي ويعني أن يكون محض داخلي أم برعاية برعاية العربية والأولية استكمالا للي تفضلت فيه لأنه الاستفاف الآن مسيحي مسلم خطر يعني هذا خطر يعني هذا الاستفاف وهنا كانت الأهمية أن تلعب بكركي دورا جامعا بدلا من الانحياز بدلا من الانحياز كممكن أن تكون هي المؤهلة اللي لعب دور وربما بعد 14 هزيران ستكون هي المؤهلة أن تلعب دور الحوار ودور الجامع دون أن تدخل الآن ربما هناك مبالغات من بعض النواب أنه عم يتصلوا فيهم ربما هناك مبالغات بس ولكن هذا المشهد لا ينتج رئيس أنا عملك من هلأ نعم سجلي عني غدا كلاهما دون الستين نعم وعلى المنخار نعم وحادي تشوفي ورق بيد عدد كبير طيب هدال لشو بيدفعوا يعني إذا طلع بكرة معك 20-25 يوار أبيضاء نعم لشو بيدفع هذا بيدفع إلى الحوار ويعني حتى كمان اسمعت شغلين برح من أحد نواب القواد بيقول بعد 14 نحن حننشي خلية إلا الأفريقاء اللي ذهبوا يعني أنت جازما بأنه بكرة ما في انتخاب رئيس صحيح ما لديه مشروع يذهب يقينا وليس شكا أنه بكرة يجب أن ينجز الإصلاح طيب هيدا الكلام كتير واضح وخليني فصل فيه شوي بس يعني استطراضا لكلام ذكرته حضرتك بجملة الاستفاف المسيحي المسلم اللي هو خطير خلينا أسألك ماذا عن التقاطع اليوم المسيحي المسيحي وأتحدث عليه بالمعنى الحزب المحض اليوم قده هو الأخطر لأنه يعني الصوابق لما لنا كتير بعيدة موجودة ويعني والكل يتحدث ويعني وكأنه نتقاطع فقط على هذا الاسم واضح الهدف بمواجهة من ولكن يعني كمان هيدا بيؤدي لخطورة خلال النقاشات بكتير من يعني علم حطات بيعترضوا لما بقول أنا تقاطع يا أخي هني اسمه مرشح التقاطع حتى لم يصلوا إلى كلمة الدعم أو التبني ما معنى التقاطع نعم يعني بمعنى التخادم نتخادم الآن لخطع الطريق على الوزير اسلاماني فرانجي هل هذا مشروع بالرغم من أنه برح يعني عمل بيانة بيانه وكذا يعني شخصية صندوق النقد هو السؤال كيف تقاطعوا هؤلاء اللي صرروا هلأ يعني سنوات في لحظة الاشتباك السياسي نعم كيف اجتمع من وضع كتاب الإبراء مستحيل مع بقية الأفريقاء أو كيف قامت حراكات نعم سبعة عشرين بالألفان وتسعة عشر ضد المنظومة والآن يتجمعون مما يطرح كتير من التساؤلات والشكوك حول ما جرى بالسنوات الماضية وحتى يعني استثمير لما عم بسألك بس عفوا لا أرجع لك على موضوع الاستفاف بكرة منشوف بكرة منشوف بالتصويت هل يستطيع هؤلاء هذا التجميع أنا أشك لأنه أولا أغلب القوات باتت يعني تمتلك من الخبرة بأنه كل تلك الرهنات أو الاصطفافات لم تصل إلى مكان وكل تجارب الأقصاء والإلغاء لم تصل إلى مكان ميزة هذا المحور يعني بالرغم من كل الاتهامات وبالعكس الآن أنت عملي مقارنة أو جردي شاملة للتصريحات بالأيام وكلها تهويل وتهديد مبطة بدنا تيرو الجلسة بدنا عملوا أحداث أمنية بالعكس فوجئوا بأن الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة فوجئوا كأنه مع تأدين لمجرد يصير هذا اللقاء القوات والطيار الوطن الحر لن يكون هناك جلسة إنه بالعنوين يعني أسقط ما قولت أن أبواب المجلس مسكرة بالعكس وحتى يعني كل اللي شفوهم برحلة الرئيس نبيه بري كان مرتاحا على الأخال لإجراء هذه يعني الدورة أو هذه الجلسة هو أكثر شخصية طبقة القانون ولا مرة يمكن يمكن هو كان في أفريقا عم يتسجق على النزائد وكان يقول لا حتى يكون جامعا لكل الطواف لازم نضل على التلتاني يعني كان يرفض بشكل كامل هل ستنجح هذه الخوة التي راهنت في السابق وتجارب مليئة بالخيبات نعم على هاك تحشيد من له مصلحة نعم بالعكس هذه الميزة هي التنوع نعم والتلاقبين أنا بكرة أتوقع سنشهد تصويت لكل الإسماء من كل الطواف وأوراق بيضاء من كل الطواف بكرة نشوف بكرة محطة فاصلة طالما هني هل قدي عندهم ثقة بكرة كل واحد بيزين حماله يعني بكرة 14 حزيران من تقاطع أو يعني ما هيك بات يعرف بتجمع الأبضاد سيصوتون بغض النظر عن من يقاطع هلأ منحكي شوية فيهم لجهاد أزعور وبعد 14 حزيران تتوقع أن يعني على قولة المثلة اللبنانية ينفخت الدف ويرجع كل واحد ليس بالضرورة والبحث عن اسم غير اسم الوزير السابق جهاد أزعور بس مش معناتنا أنه ممكن بكرة يفرطون إذا بكرة قدروا يوصلوا لرقم 60 وأنا أشك بالعكس هذا عمل مساعد أنه يستكملوا معركته هنا بالألفان وخمسة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هكذا رقم يعني بقوا بالرقم من الدعم الخارجي ربما الأخطاء التي وقعنا فيها بالانتخابات عطت هذه الفرصة لأنه من يخطئ بالتكتيكة فاعتمد بالاستراتيجية بعد 14 بعد يوم الأربعة نعم إذا كان هناك رهانا خارجيا يبقى الاستفاف إذا كان هناك رهانا خارجيا بالمعنى السلبي بالنسبة لأنه فيه قوة بالخارج لا تريد أن تستكمل تفاهمات في المنطقة ممكن ولكن إذا كان تأكيدا لمجرى في المنطقة أنه نحن زاهبون إلى التبريد بمعنى بعد التبريد هو فيه تعاون فيه اتفاقات هو جرى اتفاق كبير وهذا الاتفاق لن يستطيع أحد فرملته لأنه اتفاق كتير كبير ربما يحتاج إلى استكمال لأنه في كتير ملفات لا باليمان محلما أنه قاعد الأميركي يحول دون إنجازه أو حتى فيه سوريا اللي يجدد العقوبات وعم يعمل تنشيط للمجموعات إن كان بالشرق أو بالغرب أو بساحات أخرى يحتاج إلى وقت بس ولكن نحن مؤشر مبارح يعني هذا اللقاء الكبير رجال أعمال بالسعودية مع الصين الصين هي الخصب الرئيسي ورأس الحربة ضد الأميركي وليس الروسي على فكرة حتى عندما سئل الإيراني مين حليفك الأول قاله الصين ما قاله روسيا على فكرة قاله الصين لذلك التأكيد مما يجري فيه المنطقة هذا يدفع بالأفريقاء إلى نوع ميناء العقلاني خاصة إذا لم يكن الرقم بكرة بمستوى الآمال اللي عمشو اسمه صحيح في نواب بكرة ضمن كتل حملت عنوين ولكن لا تشجع على مزيد من الاشتباك ومزيد من التوترات خاصة أن طيلة السنوات الماضية من 17-30 حتى الآن كان مردود أو تدعيات ما جرى مؤلم على لبنان ككل طيب يعني تعقيبا على الكلام اللي ذكرته حضرتك على التعداد هذا الحشد اللي عم بيصير لرفع منسوب العدد لرفع العدد هو برأيك لتحسين الشروط من أجل التفاوض يعني لاحقا إذا بدنا نسميه بإطار الحوار أم لنقولهم للخارج هلقات جبنة تمام بدون شك هو هذا الرقم له دليلات بالخارج بس ولكن الطرفين الرئيسيين تيروطن الحر والقوة هما يتحدثان نعم بأنه يعني التيروطن إنه إحنا أسعور مش مرشحنا يعني القوة حتى القوة حتى القوة يعني سمو تقاطع أي اللي قطعوا الطريق وهذا أمام الوزير إسلامي أمام الحكي علنا يعني نحن نتجمع لعدم يعني اللي نحول دون وصول مرشح الممانعة بيقدروا يعملوا هن بيقدروا إذا قدموا مشروعا إنقاذيا تركيني من الأنشاء نعم من صندوق النقد صحيح يعني بالمعنى كيف بترجم هذا المشروع نعم هل بالاشتباك أم بالحوار من ذلك أنا عم كرر كلمة الحوار لأنه لا مفر نعم من الحوار لدى كل القوى السياسية وكنت أنا من شوية عم إليك فكرة بعدين قطعناها إنه ميزة هذا الفريق اللي بيتهمه وبالتهويل وهاني فريق الممانعات ميح إنه لما بيقوله محور إنه فعليا إنه في محور يعني آسف بس تسمعها بتفكيرها بتفكيرها يعني وتجميع لا لا هي على فكرة وكلمة ممانعة يعني لجب أن لتك نعم لجب أن لتك بالمعنى صحيح السلبي أو حدا بيقول المنظومة إنه في منظومة يعني أكويس طيب ولكن أنتم شو تجميع هجين على ماذا تلطخون على شوية شعارات ما جربناها من 17 حتى الآن يقتنع الفريقان الكبيران هذا الفريق أنا عم بقول على الأخل عنده مروني بالحوار وشفناه من 2005 من الاتفاق الربائي لا الـ 2014 لا لمن عمل التفاهم للانتخابات الميابية مرين يعني لم يستثمر يعني أحيانا بسمع كلمات أنا فائد القوة يا أخي وان فائد القوة بالمناطق اللي عنده 60-70 شهيد بتحرير الجرود قسر نواب نواب يعني نعم أنا بأعتقد زروة هذا خليني سميه الهجوم الإعلامي خليني يعني أنا هتركه بإطار أو تحت صقف الهجوم الإعلامي وهذا التهويل سيتلاشى غدا كلاهما لن يصل إلى الستين نعم وبالتعبير الانتخابي اتنين على المنخار ما كتير حدا يعني يبني حسابات بس بالإعلام وبالجرايض وبالجرايض غدا أنا مش عم بتحدث عن بعد أسابيع أو أشهر بكرة نعم يعني كلام النائب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد راد بالأمس أنه يعني يجيؤون بمرشح لمواجهة المقاومة هكذا يعني يرى الفريق الذي يرشح الوزير السليمان الفرنجي هذا الموضوع هو لمواجهة المقاومة يعني بغطاء ترشيح السليمان الفرنجي لذلك ستجد بكرة لذلك ستجد بكرة يعني بكرة بس خليني بس لا أسألك يعني بمايز حزب الله بين الفريقين اللي تقاطعوا على جهاد أزعور لمواجهة سليمان الفرنجي مع حوز الألقاب الآن لا طيب تسمح لنا ناخد فاصل نحن دخلنا على مرحلة نعم أولا كان يفترض بمن خاضاء الانتخابات معنا أنا مبدأ من الجرد على الأقل أن يكون التوافق بيناتهم من انسحبه بال2015 كان سليمان فرنجي ماهو سبعين صوت صحيح يعني أنا أعتقد كان يجب أن تكون على الأقل يعني العلاقة بكل حالات غدا أكثر وضوء أكثر يعني وفاء بيناتهم بكل الحالات بكرة حتى بكرة بعض الكتل التي تعتقد بأنها قوية ومتماسية بكرة حنشوفها ليست كذلك طيب تخلينا نفصل أكتر إذا سمحت لنا بعض الفاصل بلحد تتفضل فيه مشهدينا فاصل كثير ونعود مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم وجدد ترحب بضيفي أستاذ سمير الحسن أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سمير كنا عم نحكي يعني عن الكلام المرسل من ما يعرف في محور الممانعة ويعني هيك للمفارقة بس كنا عم شوي نتندر قبل الفاصل أنهم بيعتبروها بمثابة كأنهم عم بيزموا لما حدا يقول محور الممانعة يعني ما بعرف هي كلمة يعني أكبر بالعكس أنتمانع يعني وتكون صلب بهيدا الموضوع إذن يعني كل الرسائل بالعلن اللي عم بيصرحوا فيها تحديدا مسؤولين من حزب الله وقيادات من حزب الله حضرتك عم تقول هو لا يميز بين الطرفين اللي عم بيرشحوا جهاد أزعور القوات اللبنانية أو الطيار الوطني الحر حتى الساعة فينا نقول خلينا شوي إلى أن ما ستمنى نبقى أننا بالتعبير أكتر يعني محطة بكرة هي محطة رئيسية مش انتخابات بلدية نعم ولا اختيارية ولا حتى نيابية نتحدث عن انتخاب رئيس سيعيد تركيب السلطة في هذه اللحظة أنت مش عم تتميز وأنا بعتقد التباين كان منذ أشهر نحن كنا عم نهرب من فكرة أنه قد يصل إلى الفراق هو عمليا يعني أعتقد إذا حصل ترميم بدي يكون في شيء غلط عند واحد من اتنين يعني نعم إذا حصل يعني ما بعتقد بعتقد عم يزداد هذا الشرخ أكثر في أكثر أول تبا ممكن بتصير العلاقة مثل حكيت العلاقة مع وليد باك يعني بالقطع على القطع بس أنه تفاهم بالمعنى خوض المعارك الاستراتيجية والسياسية وكذا لا هذا الموضوع يجب أن يعني انحددوا هو زعب إلى اصطفاف في استحقاق انتخابات رئيس جمهورية يعني ما بعتقد أنا وحتى أحيانا التقليل من هذه المسألين طرفان بالأساس أنه ينشوا حزبا واحدا يعني كانت تباين موجود وواضح أو شيء وحتى بعد اللقاءات مع سمحت السيد كان واضح جبران باسي أنه استبعد سليمان فرنجية ونبحث بالأسماء الأخرى يعني حتى الساعة حتى الساعة يعني حزب الله أو السنائي هيدا الموضوع غير مطروح استبعاد اسم الوزير سليمان فرنجية للتفاوض حتى الساعة هو الاسم الوحيد الوزير باسي يعرف بالألفين وستعشر عندما انتخب الرئيس مشيل عون ذهب إلى الآخر ما بيناور يعني تحديدا المقاومة ما بتناور سمح السيد عندما يقول هذا مرشحي أنا بسمع كلام كتير أنه في خطة في أي طرف أي قوة نعم تمتلك قاعدة شعبية وكتلة نيابية ما بحق إلا تتبنى رئيس مرشح ولو خسر يعني هلأ من الانتخابات بأمريكا إذا بعد شوية يقول له تجوبي ديلاك في واحد يمكن يكون يعني أقدم منك حزبه يخود هذه المعركة بتجوبي ديلاك ربح والله خسر ترامب بكل الدنيا بالآخر هالقوة السيسي بتحسم خياراتها حوله شخص إنما يعني يعني لمجرد ما أقول لك أنا عندي بديل يعني هلأ بيقول لك إنه خلص هلأ بهالجا وليه وزهب لخيار ثالث بيطلع ومطلع بخيار يعني إذا عندك نية إذا أنت عندك نية بيصفين عندما ذهبوا إلى التحكيم ليش خرجوا عند الإمام وعليه لما قبل بالتحكيم رفحوا المصاحب قبل قلوا عندك شك أنت لو لو كنت على يقينا ما خبرت التحكيم يعني فإذا عندك مرشح بيعبر عن طموحاتك وما بس الطموحات نحن دخلنا مرحلة من التحولات الاستراتيجية ما هتبقى يعني فيه إمكانية المغامرة إنه هذا شخصية تكنوكرات وهذا ما بس تكنوكرات صندوق نقد تذهب الدول إلى تنويع الخيارات ونحن نعود إلى صندوق النقد يعني حضرتك هلأ دخلتنا على سؤال رئيس جمهورية لبنان بغض النظر أنه يعني هو لديه منصب معين في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو شما كان حتى تجربة السابقة نعم لبنان بتجربة السابقة هو كشخص أنا عم بحكي بتجربة السابقة مذهبه هو السياسي عند الأمريكان عن صندوق النقد نعم مذهبه السياسي وهلأ بس أسألك يعني بعض المعطيات لعني نقول إذا من يدفع بتبني اسم جهاد أزعور ويعني هو إذا صح التعبير يعني ما احترمنا يعني لشخصه هل هو يعني يأتي بصنيعة أمريكية بس خليني بس لأسأل شوي هيدا السؤال إذا بتريد هل يمكن للبنان أن يحكمه رئيس تكنوكرات كل التجارب السابقة يعني تقول ماذا أن لبنان يجب أن يحكمه رئيس جمهورية بنكهة أو بروحية سياسية أم يمكن لتكنوكرات أن يأتي اليوم بحلول للبنان خلينا نرجع للتجربة نعم يعني عندما كان عم ينطرح وزارة تكنوكرات نعم علما أن ما بدأ 17-20 بدأ على وزير تكنوكرات على فكرة صحيح أولا رئيس الحكومي مجلس الوزراء هو مجلس سياسي بأمتياز نعم أكيد التكنوكرات والأختصاص والخبرة هذا بفيد جدا كمستشارين أو بالشركات نعم الحكم تجربة سياسية وهيبة ليس بالضرورة أنا حكيت هذا المثال مبريح ما حدا عجب علي عبدالله الصالح حكب 40 سنة نعم ما كان يعرف يحكي كان يعرف يحكم لنرجع على تجربة الياس الهراوي عندما توافقت القوى السياسية ألم تكن تلك المرحلة بعد الحرب لأنه عبدالحرب كنا أحسن من أحسن المراحل سموها هزا التوافق بين رئيس جمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ألم يشعل لبنان يعيش طفرة اقتصادية واجتماعية وسخوفية معاش نوع من البحبوحة يعني من عم تحكي بعهد الرئيس الياس ساركيس الهراوي آه لأنه ذكرت الياس ساركيس لا الياس الهراوي هذا التوافق هو بالدرجة الأولى يعني الآن ماذا مطلوب رئيس جمهورية تقنقراط معالجة تقنية بالدرجة الأولى نحتاج إلى استقرار سياسي بالدرجة الأولى أن تتفاهم هذه القوى وتنتج حلا وطنيا بمعنى على الأخل نخرج من الاشتباك من النفور من الانقسام قد يكون في كتير خطات اقتصادية وانمائية يمكن تكون واحدة أحسن من واحدة بس إذا كان هناك في استقرار خاصة ببلد بيت اللبنان قدرته على النمو سريعة طيب هلا كيف عايش هلا الآن الآن شوية مساعدات مش بشوية بكتير من الاهتمام بالاختراب بالداخل عامل دورة اقتصاد طيب إذن محكمون بالتوافق استاذ سامير محكمين بالتوافق شخصية وطنية يخرج البلد من التباعية ويخرج البلد من أن يكون ملحق عن هذا وذلك عنده فرصة كتير جميلة لبنان بعوامل قوت وذهب إلى الترسيم وحقق أنجاز نعم عند نفط عند غاز بدك عم كررنا معلش استقرار سياسي لنبدأ نحن بتأمين بنية تحتية للاستخراج في كتير فرص طيب استاذ سامير يعني من خلال حديثك عن التوافق هذا ما يعرفه جيدا ويفهمه الفرنسيون عن هذه التركيبة وأن هذا البلد لا يمكن يعني أن يحكم إلا بالتوافق نتيجة هذه التركيبة بدنا نقول عنها هشة بدنا نقول عنها متوازنة ما بعرف شو بدنا نوصفها الفرنسي لا يستطيع هو الذي يدرك أكتر من الغير وهذا ما سيحمله جون إيف لودريان بالأسبوع المقبل الفرنسي لا يستطيع الأتيان برأي الجبورية ما بيقدر دوره إيجابة مساعد بيسهل لأنه شفنا نحن عندما ذهب بإنتجاه مصطفى قديم بالأمر كان ضغري طواقوب العقوبات على يوسف فنيانسو علي حسن خليل ضغري جميعا هلأ المعطيات يمكن طويل منطقة شوي الفرنسي ينطلق من مسلحة استراتيجية هو لا ينظر إلى ست سنوات نعم لديه خشية لديه خشية مما يعني تعرضت له المنطقة وكذا هو يريد العمل على استراتيجية طويلة لحفظ البلد بكل مكوناته هو هيك شايف الآخرين عم يشوفوا الاستحقاق هلأ وخلال ست سنوات هو أحرص بس هلأ هو الدور حاسب لا الدور الحاسب هو أمريكان السعودي إيراني هذه حقيقة الأمر حتى أحيانا بيسمعنا حكي فلان راعة سوريا فلان إجاء من السوريا السوريا لا يستمر مهتم اطلاقا عنده مشاكل بده عشر سنين لا يخلص يبحث الآن على علاقات سنئية مع السعودية مع تركيا بده يخرج بلده من الأزمة ما عد مهتم قوة الفاعلة هدول التلاتي حتى الآن الأمريكي من هو مهتم لعوامل كتير أولا هو ليس بمرحلة الحسب الأمريكي هو الآن بمرحلة المزاحمة على النفوس اشتباكه بأوكرانيا الخلافات يعني لأول مرة أمريكا بتسمي دولة مثل الهند دولة متمردة مثلا طلب يرفعوا الإنتاج بالسعودية يعني عنده كتير مشاكل بس شو بيعمل بهذه اللحظة بيعرقل لذلك الرهان على الخارج ما كتير مشجع فرنسيا تعطى بواقعية من أربع قبل عندما جاء إلى لبنان والتقى مع الكتب صحيح تحديدا حزب الله تعطى بواقعية وطرح وطرح مسودت مشروع إصلاح إذا بدك أستاذ سامير واللي صرح فيه رئيس ماكرون على أنه يعني يجب أن يكون في لبنان عقد جديد وشفنا يعني سلسلة الإصلاحات اللي حطوها الفرنسيين عقد جديد جديد مؤتمر تأسيسي نعم لأنه يعني هن أدر بهذه التركيبة نعم لأنه حتى الآن يعني عندما نتحدث عن الحوار دير بيروحوا يعني حتى بعض الأصدقاء بس اسمحنا مؤتمر تأسيسي لا لا الآن الحوار ممهد نعم لإنتاج السلطة أو انتخاب رئيس جمهورية على الأقل لتأميم مناخات لمواكبة ما يجري في المنطقة فيما بعد ظروف المنطقة شكل المنطقة التموضع اللي حيكون علىه يعني بيعمل انعطافة بتسهل كتير من الحوارات في الداخل طيب هيدا يعني المسألة الخارجية إذا اليوم بس بدنا نسأل لنشوف أنه هذا الشغور يعني أمد هيدا الشغور رح يطول ولا بناء على أي إشارات سيكون مدى اليوم ما هي عم تحكي حضرتك عم تتفضل عن الرؤية الفرنسية للبنان الفرنسيون يدركون جيدا التركيبة اللبنانية اليوم تسليم يعني ملف الأزمة الرئاسية إلى جون إيف لدريان يعني اللي كان وزير دفاع وزير خارجية ويتعاطى كثيرا مع اللبنان يعرف جيدا القيادات اللبنانية هذا الموضوع يعني بأي رؤية يدخل الفرنسيون على هذه الأزمة وبدأ أسألك عن رؤية الأمريكيين للأزمة اللبنانية وماذا يريدون من لبنان خليني بلش من عند الأمريكان الأمريكان بالرغة من كل الآن الرهانة عليهم أو التهوير بعد الترسيم لن يذهبوا بعيدا في المواجهة في الداخل ربما الآن قد يكون لهم موقف سلبي بمعنى بدون رئيس يحفظ مصالحه وعلى فكرة أي رئيس يعني سيكون حتى لو كان من الممناعة سيحفظ المصالح لأنه ليس الآن حدا بصدد تطوير المواجهة معه الأمريكي حتى الآن الهم الأمن على الحدود استيسامير أكيد الأمريكي ينظر إلى المنطقة بعين إسرائيلي بالدرجة الأولى صفحة بذلك موضوع الترسيم زهاب إلى تطوير المواجهة وأنا قلت بكل المنطقة حتى أحينا يتحدثون عن عوام الجديد لأمريكي في سوريا في غيره باعتقد ربما هو يدرك حجم المواجهة في أوكرانيا ربما كان هناك اعتقاد بأنه استعاد المبادرة خاصة استطاع تحشيد أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية ضد روسيا بس ولكن حتى الآن محكوم هزاء بالفشل وإطالة المعركة هو بس أنا خليني أبرع لي هناك اعتقاد أن الروسي لماذا لا يستطيع حسهم الروسي مطلوب منه أن يصمد فقط كل ما يشري هو ليستنزيفه طبعا بالبدايات كان يمكن عنده تقدير موقف خاطئ طبعا هذا موضوع تاني ويوسع رقعة التحالفات استثميرا نعم الآن مطلوب منه أن يصمد هذا السمو يبلور قوتين جديدة الآن بدأت ناهضة من تركيا للصين للهند لإيران شايفين كيف يصير تحشيد وراء بعتقد الأمريكي ليس بصدد خاصة حولة الانقسام ما يجري الآن يعني صحيح عم يغضو لترامب الآن بقصة الوسائق وكذا بس هذا يعبن عن حولة الانقسام العميقة عندنا كثير مشاكل هو الآن قادر أن يعرقل بس أن يغير الوقاعة التي بدأت عليها الآن المنطقة بعتقد صعب أما شو اللي بهم الأمريكي اليوم بالمنطقة يعني قرأنا أنه اليوم الرؤية الأمريكية للمنطقة تتمحور يعني تتركز أكتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والحدود العراقية السورية هنا كان يطرح دائما سؤال هل الأمريكي سيدفع باللبنان إلى الانهيار الشامل كان في رأي أنه يدفعه للانهيار خاصة التحريد بالغالب هو من القوى اللبنانية المحلية اللي بيحردوا صحيح دفعه بإتجاه هو لا يريد أن يذهب لبنان أبعد من ذلك هو عنده شغل تاني يعني خاصة بعد الترسيم هو يريد تأمين أمن إسرائيل نعم أمن إسرائيل وهنا يعني خليني أنا أقول بمعنى إذا بيصير أحيانا التحرشات وهو يدرك وأسرائيل تدرك أيضا كلاهما لم يعد قادر يعني بالزياب إلى مواجهة بعيدة مع المقام عوامل القوة نعم الفوضى إذا حصل يعني إذا نهار البلد قد تبرز قوة أخرى غير منضبطة إذا حدث لذلك هو يعتقد الدفع بإتجاه الفوضى ليست لصالح أميركي نين بعد الترسيم هو لا مصرح له يعني اعتبر أن الاستعجال بالحصول على الترسيم هو كان يريد إيجاد بديل عند الغاز الروسي تأمينه لأوروبا فليس بصدر ضفع لبناء بإتجاه فوضى كبيرة إنما التعايش وأنا هذا اللي قلته إنه هو الآن لا يريد الذهاب إلى هجوم على المنطقة هو استبدل في السابق اعتمد العقوبات وأسمها الأميركي وسمعناه نلوحوا بالعقوبات لشخصيات كبيرة لبنية نعم بس ما بقى يعني كتير ما كان إلى محل معلمت هو كان يعتمد العقوبات يعني الاقتصاد دون الغطر دون استخدام القوة وعمل حصارات وعقوبات هو الآن ذهب إلى استراتيجية أخرى تعايش مع الفوضى السائد في المنطقة لذلك حسام الموضوع بليبيا متعسر حتى الآن في اليمن متعسر في سوريا التعايش لحين الانتهاء المواجهة الكبرى التي تجري هذا بالنسبة للأمريكي الرهان علىه بالداخل أو إذا هو لديه مرشح لا هو حتى الآن بالمعنى العلني كمحصة يعني ما بتوافق أنه الوزير جهاد أزعور هو يعني بمسمى لو بشكل مباشر أو غير مباشر بيدفع من الأمريكيين لأنه بده يعرق لهذا الاستحقاق وعلى يقين أنه هذا المرشح لن يصل واضح هلأ بعتقد التقاطع عند القوى حصل ربما داخليا بس ولكن هو شخصية مقبولة في أمريكا لذلك ما في مشكلة يعني والأمريكي أبدأ بالأسابيع الماضي بعد المروني لأنه يدرك تماما أن الشرزمي أو حرورة الانقسامات بمجلس النواب هالكتلة الصغيرة تحول دون انتخاب رئيس لذلك هو ينتظر بعض الوقت بعض الموضوع طويل لأن إذا هذه القوى لا تزال تراهن يعني مثلا في قوى تراهن على إعاز من المملكة العربية السعودية نعم مملكة يغضي قرار يغضي قرار وحتى بعتقد السعودي اتفق مع الإيراني أن لا يتدخلان في الاستحقاق أو في سحة لبنانية كما كان السعيد السعودي سيدفع باتجاه يعني التفاهمات وأحد النواب تصل بالسفير السعودي على زمة الرئوة قال له وشوفوا مصلحتكم من ينتظر يعاز مخطئ إلا إذا تطور التفاهم الفرنسي السعودي بإتجاه شخصية تصبح مسألة أخرى يعني بكرة نعم إذا السعودي بده يتدخل بطل أنا أقول لك اتنين يعني سلمان فراجيو وجهاد أزعور دون الستين وعلى المنخار تصبح يعني مسألة أخرى بما له من حضور ومونة ورمزية بيخلي محل ما بيروح الكفة بيصير راجحة يعني نعم بس لا يسبب ضرورة أن يعني تنتج رئيس لأنه نرجع للستة وثمانين على فكرة العقلاء بيعرفوا العقلاء بيعرفوا النقاش بالأرقام وخمسة وستين أو تلاتة وستين ما إلا معنى في نهاية الأمر الستة وثمانين التلتين يحتاج إلى توافق يعني على الأقل أنا ما بدي أقول حوار يوصل إلى تفاهمات كبيرة لا على الأقل توافق حول شخصي نعم بستي سامير يعني حكينا عن الرؤية الأمريكية الرؤية الفرنسية ماذا يعني تتفضل حضرتك أن السعوديين حتى الساعة هنا ما عم يتدخلوا بعضهم بالمنطقة الوسط ربما يراقبوا المستشار نزار العلولة والسفير البخاري في فرنسا وحديث عن يعني أنهم سيلتقوا جون إيف لودريان يعني واضح أنه ملف الرئاسي اللبناني سيحضر بهذا الموضوع قبل ما أسألك على الموضوع الإيراني كمان والحل حالي اللعب تصير مع الفرنسيين باعتقد أقرب أن لا يذهبا كلاهما إلى رفع منسوب بالتوتر أو المواجهة يدعيان إلى نوع من التعقل يعني بمعنى ليس تغيير الوجهة إذا بديك الأصح هذا اللقاء أنا مقتنع تماما أن المملكة العربية السعودية انكفأت ليس نتيجة موقف حد من أي طرف نعم قد تكون هناك عوامل اليمن أوجدت تبريرات بسوى لكن الآن المملكة تتفرى بالمسار اللي أخذته من فترة يعني هذا الموضوع يأتي هذا زاد من حدة النفور بس هو حقيقة الإنكفاء المملكة العربية السعودية عن لبنان وعن بقية المنطقة نعم رجعي هل أعمالي مراجعة يعني على سبيل المثال مصر ما كانت المملكة مهد الآن بسموها هاك فاضي تعطي هذا وهذا مصاري دخلت مرحلة من التطوير في المملكة تريد للمملكة أن تكون دولة منافسة في العالم وليس في الأقليم يعني تبحث عن التحديث نعم هذا بخرج من لعبة التدخلات الأقليمية ودول الجوار نعم أنا ما بعتقد هي بصدد مشاناك أنا استعملت تعبير نعم قبل ما تنضج التسوية هي بتذهب إلى ربط نزاع وليس إلى تطوير المواجهة طيب تصفير المشاكل تتطلب مرونة يعني ربما الآن الحكي مع الفرنسيوي بيخفف من حدة منسوب التوتر أو شن هذه الحملات وأنه لمجرد أن يكون هناك في قرار على الأقل عند المملكة أنه انتخبوا اللي بتشوفوه بناسب طبعا هي أيضا تريد وقت لتكتشف السلوك نعم يعني فيما بعد موضوع مش بس يعني رئيزة الجمهورية الو علاقة بملفات أخرى أقرب هي إلى الحياد أنا هك رأيي في هناك رهان أنه بكرة تعطي إعاز لا بالعكس هذا بيحرر كثير من النواب بيحررهم ينتخبوا باتجاه سيصيب الفرق اللي عمريهن على يرفع العداد بخيبة هذا يحرر الكثير من النواب ولكن أيضا يربك البعض من النواب لأن تحديدا النواب السنة صدقا بيربكهم بمعنى الموني هناك اعتقاد نعرف عندما جرى الحديث لا نحن معنا نحكي بإطار الملاحظة الشديدة على هذا الموضوع لأن واضح بعد انكفاءة دورة المصري رئاسة الحكومة في لبنان تأتي دائما بمباركة سعودية عندما انطرحت فكرة رئيس جمهورية بنواف السلام هذه التسوية المملكة العربية السعودية أنا لا أدخل بتسمية رئيس الحكومة أيه يكون سيكون قريب مني حتى لو لم أسميه أنا قلتهم بمعنى الحراج الأخلاقي ما حدا من لبنان من القيادات سني وغير السنية يميل إلى القطع أو الاختلاف مع المملكة لذلك يظلوا ناطر أنه ربما هناك موقف آخر ربما بس ولكن عندما تتضح الصورة بأنه لن يتدخلوا لا يعني موضوع هاك هذا اللي شفناه يعني عند العدد كبير من نواب السنة بأنهم يعني إما سيذهبون بورقة بيضاء لإعطاء مزيد من الوقت مثل من بارح يعني شفنا بالاشتناعات على كل كل الذين تحدثوا عن أنه لأول مرة نشهد حولي من الانقسام والشرزمة بالساحة السنية بعد غياب الرئيس سعد الحريري وعدم مبادرة الرئيس ناجيب ميقوتي لهذا التجميع أنا أعتقد من العوامل كثير الإيجابية أن في زروة الإصطفاف لم يكنوا يصطفوا طائفيا نعم ربما يعني عوامل كثير إيجابية صحيح حولة التنوع الآن وقالها كان الطام كبرى يعني كثير كان مفيد أن لا يكونوا الآن ضمن إصطفاف وقالها كان دخل البلد بحوالي من الأنقسامات الطائفية والمذهبية تصبح مؤزية نعم على ما يبدو عند هذا الإصطفاف لم يصطفوا نعم تعرفي ليش لأنه حتى عندما يطلقون عليهم تسميات طائفة سنة أمة وليس طائفة نعم طبعا احترامنا للكل وتحديدا يعني للطائفة السمية أستاذ سمير بعض الفاصل ودي أخذ فاصل بدي أسألك هل يمكن أن تتدخل السعودية يعني عبر معادلة السلة المتكاملة اللي كنا عم نحكي فيها رئيس الجمهورية أيا يكن ولكن برئيس الحكومة وشكل الحكومة خصوصا بعد التقارب مع إيران والمصالحة مع سوريا بعد الفاصل مشاهدين الكرام ونعود مجددا برحب فيكم مشاهدين الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم ووجدد الترحيب بضيفي أستاذ سمير الحسن الكاتب والمحلل السياسي أستاذ سمير قبل الفاصل كنا يعني عم نحكي أن المؤثرين بالملف اللبناني تحديدا إذا بدأ تحدث عن المملكة العربية السعودية قبل الحديث عن إيران وسوريا المملكة العربية السعودية يمكن يعني أن تطرح يعني صيغة السلة المتكاملة رئيس الجمهورية أيا يكن نحن الآن نراقب ولكن ماذا عن رئاسة الحكومة؟ هذا الطرح طرح يعني سابقا نعم رفض وطلق أنا كان الحرص على أن الشهور الرئاسي الكرسي الرئاسي وعلى فكرة هذا بيفسر الحماسي الفرنسي لماذا كل هذه الحماسي لدى الفرنسيين هي تريد يعني برح سمعت حكي أنه هناك تبدل بالموقف وكذا سألنا طلع لا هي عند حرص إنجاز الاستحقاق المملكة العربية السعودية أولا هي لا تدخل بهكذا نعم وقتلك يا هلا أنا من شواء نعم أيه يكون رئيس حكومي حتى لو لم تأتي به سيذهب إلى المملكة العربية السعودية تشكل هي الرافعة الرئيسية لهذا الموقف لذلك كان هناك مبالغات عن هذه السفقة بكل الحالات إذا كان إياه تعثر الآن انتخاب رئيس يعني لماذا نريد أن نضع فرضية يعني كان مطروح سلمان فرنجية ونواف اسلام نعم ما الآن في مواجهة مع سلمان لإسقاطه نعم علما غدا جلسة إسقاط أزعور ها سجلين عندك جلسة إسقاط أزعور نعم فما بعتقد المملكة العربية السعودية الآن يعني أولا هي حريصة على إنجاز هذا الاستحقاق دون أن يتسبب بمشكلات لحقة هي تسهب في المنطقة إلى تصفير مشاكل تصفير المشاكل نعم إذا بدي استعمل تعبير بس الموقف ما قبل يعني التقارب مع إيران والمصالحة مع سوريا والتوجه شرقا إذا بدك من قبل يعني المؤتمر اللي عقد بالمملكة مع السين شو بدل المملكة اي اي هيدا الموقف يتبدل يعني فينا نقول الموقف السياسي السعودي ما قبل هذه التطورات ليس كما بعده شو بدل المملكة شو بدل المملكة بعد 11 سنة من الفوضى في المنطقة ما جرى في المنطقة بعد ما عرف بربيع أوباما ولا الربيع العربي نعم شو اسمه خريف العرب نعم شاناك اسميته ربيع أوباما صرنا بأخر العمر دخلت المنطقة في مخاط كبير وكان له تداعيات على كل دول المنطقة حتى التي كانت رأس حربة في فرط المنطقة وإدخالها في هذه الفوضى على ما يبدو جرى مراجعات من تلك الدول المملكة العربية السعودية التي ذهبت إلى تنويع الخيرات وإجراء مصالحات انطلاقا من تصفير مشاكل نعم إذا أرادت أن تسهب تحديث المملكة العربية السعودية لتكون دولة منافسة نعم تلك في العالم وليس في المنطقة وما يقوم به والعهد محمد بن سلمان كبير وهذه شخصية جريئة نعم حقيقة شخصية متنورة يعني ليس فقط استطاع مواجهة يعني أمريكا وذهب إلى تنويع الخيرات واجه المؤسسة الدينية نعم يعني إذا بدك شخصية يقوم بتحديث شامل صحيح تحديث شامل هذا يتطلب تصفير المشاكل وبناء علاقات جيدة مع دول الجوار إذا كان هناك مشروع تشابه اقتصادي بدأ مع الصين ثم تطور مع إيران هذا يحتاج إلى حاضنة أو بيئة أمنية تتطور ثم هذه يعني الشبكة الطويلة منها سوريا وحتى أنا بعتقد لم يكن للمملكة نعم في السنوات الأخيرة وش ببداية الربيع ببداية الربيع الجميع يعني شكل غرفة عمليات واحدة يعني ما حدث في المنطقة بس عمقول بالسنوات الأخيرة لم يكن التدخل السعودي في سوريا بحجم القطري مثلا أو التركي مثلا يعني كان أقل طيب إذا كانت تركيا الآن تسعب بإتجاه استدارة المملكة دخلت مرحلة مختلفة نعم حتى عن العقود الماضية ذهبت إلى تطوير عشرين ثلاثين يعني عندك نعم طيب بإتجاه الحداثة صحيح بإتجاه الحداثة تحتاج على الأقل برؤية يعني رؤية شبابية العشرين ثلاثين لكل نعم نشوف تحتاج على الأقل على علاقات جيدة بدول الجواه إضافة إلى ذلك تحويل جامعة الدول العربية إلى منصة غربية أخرج النظام العربي الرسمي من المشهد لذلك كانت الدعوة إلى جامعة الدول بداية الترميم نظام النظام العربي الرسمي وإعادة كل العرب الآن إذا شفت بالمشهد العربي ككل الرسمي في غياب لي الدور العربي لم يعود له فاعلية لم تعود هناك من جامعة فاعلة لها حضورة كل هذا يتطلب خارج إطار الجامعة كل هذا يتطلب مصالحات بناء على المراجعات التي جرت هذه المراجعة السعودية السورية أستي سامير هل سيكون لها دور في المستقبل القريب في المدى القريب تجاه لبنان كان دائما هناك سؤال ليش في موقف سلبي قطري سوري بينما في مرونة مع السعودية دائما السوري يعتقد نعم أنا الآن بيعتبر لازم يوسع حتى باتجاه تركيا يعتقد أن مصر نعم سوريا السعودية تشكل الغطاء العربي الحقيقي من الطبيعي عندما تستكمل هذه التفاهمات أن ينعكس لذلك أنا قل في البداية إذا كان هناك استعصافة الداخل وعقب إذا بد بدنا ننطر طويلا بانتظار العطافة في المنطقة بس ولكن تحتاج إلى وقت هذا خطار يعني أنا بعرف حدا معنات أمد الشغور طويل طبعا أنا شفعت حدا استقاوى لولي العهد محمد بن سلمان عم يعمل كتاب عنه قال له لبنان قال له بعد بده وقت يعني هذا خطار انطلق إلى اليمن بده يمرق على سوريا بعدها بيوصل شوفي الاتفاق الإيروني السعودي عن خمس ملفات نعم خمس ملفات ونجز يعني ونجزتنين بالإطار نعم الاتفاق مش بالتفاصيل ونجزتنين تقريبا اليمني طبعا ما خلش بس الاتفاق اليمني السوري بعد عندك الأفغاني وعندك العراق وعندك لبناني نحتاج إلى وقت من هنا أنا طرحت لبنانة الاستحقا بدون انتظار الخارج إذا كان هناك من حرص أما إذا كان هناك من يريد الاستثمار بالوقت الاستثمار بالتبينات التي لم تصل إلى تفاهمات غربيا وعربيا نعم يعني أن الاستحقا طويل وما يحضر إلى جلسة الغد يعني أنا عم بحكي من تحدي بلعبة الأرقام وكذا لا يمشير إلى مروني لدى القوى السياسية لإنتاج حلول ما بيشير هيدا هيدا اليوم حضرتك عم تتفضل أنه أمد الشغور يمكن أن يطول إذا بدنا شوي نعمل إسقاط على استحقاق 2014 طال أمد الشغور لـ 2016 سنتين ونص من دون رئيس الجمهورية الكل يعني يدرك ما حصل بالمنطقة أثناء معركة حلب التي كانت فاصلة وحاسمة استاذ سامير والتي يعني أتت بالرئيس ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية أي معركة اليوم أو أي تسوية ستكون حاسمة وفاصلة للإتيان بالرئيس بالوزير سلمي الفرنشي عمل نعطيف التفاقل خير الرئيس أنا ما كتير بوافق على هذه المعادلة أنا سمعت ما بتقارب صحيح لا لا ما كتير بوافق بالعكس إذا بتشوفي في 2016 كان عصفة 2015 أيلول الدخول الروسي عصفة السخوي كان التحول الكبير إذا بدك التحول في المنطقة يعني دخل حدا تاني لأنه معركة حلب التي كانت حاسمة والغرفة العمليات المشتركة الروسية الأمريكية اللي قالوا أنه صار في تسبية قدت إلى هذا الموضوع لا توافق على هذه القراءة مبالغ فيه بالعكس لفروف كيري أنتج هدين داخل سوريا ومناطق مصالحات فيه مبالغة ربما هناك ما نعتقد أنه نظام استعاد المبادرة لم يكن لاعب رئيسي حقيقة فيه مبالغة أي معركة أنا أعتقد الآن المعركة على تشكل المنطقة لم يعد هناك من معارك بالمعنى التقليدي نعم يعني أحيانا أنا بسمع عن توترات أمنية وكذا هذا لم يعد واقع نعم هذا لم يعد مطروع أنا عندما استعمل تعبير المنطقة دخلت مرحلة التبريد طبعا هذا كان من أشهر الآن دخلت مرحلة الانتفاقات نعم أيه معركة ولكن القوة في لبنان للأسف اعتادت الرهان جزء مننا بأمنيات أنه قد يحصل تغير لأنه فيه فريق أنا وهيدي كنت الملاحظة على التقاطع أنه فيه فريق عنده كتلة صلبة بكرة ما يشوفها نعم واضحة واضحة خمسين نعم عنده كتلة صلبة خمسين بس من من يدري عقولة الرئيس بر للصحف هونوز بكرة من حيكون يعني كمان المفاجأة اللي حتكون إذا خمسين أو أكتر كمان إذا أكتر بس أنا عمقول كتلة صلبة نعم فيه خمسين وهي دا المهم يعني نعم كتلة صلبة الأفريقاء أو القوى الأخرى أسمت هي تقاطع نعم يعني بمعنى ما بدي كمان سمي تجمع هجين يعني لا ما هو تجمع هجين خليني يقول تجمع القضاء القضاء كمان هيك كمان القضاء هني مختلفين على الرؤية السياسية ولا على المصالح نعم شننتفق نعم فيه فرق إنه هذا الفريق عنده كتلة صلبة نعم وهو صاحبة صاحب نظرية صبر الاستراتيجي يعني نعم فلعبة الأرقام بكرة منكتشفها وحجم التبيونات وأعتقد استحقاق بكرة غدا سيدفع بقوة للمراجعة لأنه بكرة كتلة ستتعرض إلى أعطاب عم تحكي عن الطيار الوطني الحور تحقيقا يعني في غيرهم مين غيرهم لقاء ديمقراطي مثلا هلأ التسميات طيار الوطني الحور واضح أنه النواب الخمسة اللي كانوا معطردين لا يزالوا معطردين رغم يعني هيدا يعني رغم قداش كان الوزير جبران باسيل عم يضغط باتجاه يعني يعملوا الاستدارة أولا في أكتر من كتلة بمعنى يعني في كتلة بكرة بتعمل أبراء زمي أنه أنا خلصت زمتي رحت معكم مع ميشيلا معوض وهي أزعو ما هاكب ينجي برئيس هيدا كتلة عاركرة منشوفها طبعا هو له مصر حوالي باك يأكد أمام يعني دروز أنه قرار تيموري بيمشي بس هو بيعرف بكرة ما في رئيس في كتلتين ستصاب بأعطاب يعني قد يكون ستة بحطوا ورقة بيضة نعم تلتة بحطوا ورقة خضرة ما بعرف يعني بس لن يكونوا أزعور مثلا نعم في بعض الكتل اللي استحدي ست نعم يعني هكب المولي أنه نحن تغييري مستقلين كذا أنه في نهاية البلد في نهاية الأمر البلد بيحجي إلى رئيس ما حد كتير فينا نذهب بالخيارات المبالغة أحيانا تصدم يعني شفتي حملة التجييش وكذا وبكتوحة بكرة هذا المنسوب يعني أنا مشان هيك قلتلك تحت الهواء ما بعرف أو قلت على الهواء بطل البورصة يطلع بينزل وبعدها ما بس هيك يعني أنه قاعدين عم يعملوا أرقام وما أرقام ليش ما ما بدي أرقام هون في 45 وأربعين وهون في شي 49 وفي المترددين يعني أنت عملي حسابات على هات 30 واحد نعم بس شو بكرة مثلا إذا كانت يعني زياد أزعور شو اسمه زياد برود أخذ مثلا 20 صال نعم مثلا ولبنان الجديد والورقة البيضة نعم أو إذا مثلا بكرة عندك 25 ورقة بيضة شو بتعملي يعني على الكتل الوازنة التي كانت تطرح مشاريع سياسية معنوها هذي كمان بعترض علي لأنه تلاف عائلات الطاوئة في أخذي أنه كيف يحمل برنامج سياسي على كل هذي حديث أكيد هذي برنامج السياسي أعتقد على الكتل الكبير الوازنية اللي بتعتبر حوالي مقررة بعتقد من بعد الأربع الخميس يجب أن تبدأ بمراجعة واقعية على الأقل سبقكن علي الفرنسوي عندما ذهب إلى الواقع والواقعية نعم يعني كمان أو اعترف بالواقع يعني اليوم اللي بخلينا هيك نطرح أسئلة عن الكتلة التي رشحت الوزير جهاد أزعور استيس سامير يعني ما شفنا طرح ماذا بعد جهاد أزعور فرضا لو يعني جاء رئيس الجمهورية جهاد أزعور ماذا بعد جهاد أزعور كيف ستشكل هذه الحكومة يعني منكون ظهرنا من مغتص فتنا بمغتص تاني وهيدا بيقول أنه هذا البلد هو بلد أزماتها الأد ولكن يعني بيتفرع منه فعلا هل تستطيع هذه القوة عزل المقاومة هل تستطيع أقصاء مكون يعني يتمتع بكتلينية بي وازنة وقاعدة شعبية كبيرة يعني أنا بعتقد في شي سريالي بعتقد بكرة برأيك يعني يعني يعتنع الطرف الآخر أنه لا إمكانية لعزل هذا الفريق بعتقد تحديدا الطير الوطني الحر اللي أعتقد هو اللعب على حفة الهاوية ربما لم يعتقد بأنه الحزب قد يسهب معه إلى حدود القطيعة ربما أعتبر أنه في إمكانية للمناورة بعد خليني أقول على الأقل كلاهما بمجال سوي يعني الطير وطن الحر والقوات البنانية بيتحدثوا أنه جهد منه مرشحون يعني حتى عندما كان طير وطن الحر عم يستدعي المعترضين كان يقول لهم بس أنه خلينا هلأ نقطع هذي نحن نعم الروح كتلة صلبة متماسكة ننتخي بقى زعود أنا بدي علي صقف الشروط يعني همي ما ما تنعين تلك أنا بريح سمعت أحد النواب عم يقول نحن بعد الأربعة روحين نعمل خلية صحيح لأن أوي يعني أنت تذهب أنت تذهب إلى جلسة الغد فقط لقطع الطريق على سلامه لم تذهب يقينا أنت هيك ما تبروك إذن يعني بعد بكرة يمكن أن نذهب إما لتصعيد كلامي لنشوف إذا رح تضل هذه التحالفات يعني مترابطة أم رح يصير في يعني تفكك لهذه التحالفات بناء على المشاورات اللي ممكن تصير بناء على أرقام بكرة بكرة بناء على أرقام بكرة نعم يبتعزز يعني خيار هذا الطرف أو ذاك بناء على الأرقام لأ بدنا نسمع يعني كمان لهجات يعني إذا خاب الظن برقم ما رح نشوف كمان لهجات التخوين اللي بلشنا نسمع التهديد فيها يعني دكتور سمير جعجع كين عم بهدد ربما ربما السنئة بالسابق لم يعمل على استوعاب بعض النواب نتيجة يعني الحرص على هالكتل أن تبقى كما هي أو هلأ العمل سيكون بقلية مختلفة برأيك بناء على أكيد ما ستخلص إليه من أرقام جلسة الغد نعم ما نستدرجه إلى هذه اللحظة نعم وأحرجه نعم طيب سيدفعه إلى أن يستوعب الآخرين طيب نعم أستاذ سمير قبل بس ما ينتهي وقتنا بس بدي أسأل سؤال أخير وجلسة الغد بس بدي فوت شوية ملف الناس حين كمان لا يعني حل إلا بالحوار والتوافق هل يمكن للبطرياركية المارونية أن تدعي إلى حوار طبعا ورئيسنا به بر يوم أمس حكي قدام اللي زورو يعني وحمل هل بعدها بتمون على الأفريقاء المسيحيين تحديدا لأنه يعني السنائي والخلفاء عم بيقولوا دايما هن بحي تقرأ إذا ما بتمون يجب أن نصر على أنه بتمون يجب حفاظ على هذا الموقع الوطني التاريخي أنا كنت يعني أبدأت ملاحظة في البداية أنه يجب أن لا يكون منحاز نعم أول يعني يجب أن يكون دور وجامع حتى الحديث برح أهل البطريارك الموهي على مسافة واحدة من الجميع كويس يعني حتى عبد السيطر مع احترامنا يعني حفظ الألقاب عندما زهر رئيس نبي بري قالوا أولى البطريارك غبطة البطريارك يدعي إلى حوار وأنا بحضر أني لبي نعم بعتقد أحد الفرص المتاحة أن نعود إلى الحوار أحد الفرص نعم خاصة إذا رئيس نبي بري يعمل لك أنا بلبي لأنه إذا بده ودع السابق إلى الحوار كان هناك الموقف أنا بعتقد هذه الخطوة الخطوة الأهم نعم بكرة أنا بعتقد هك رأي لأنه ستكون هناك مفاجآت وسيزدم أو لن يزدم لأنه هؤلاء بيعرفوا عم يخدوا معركة بالإعلام بتعقلن كثير من القوى التي تراهن على يعني هك استسهال يعني حسن حسن هكذا نوع من المهارك في شخصيات تميزة عن السنائة أو عن المقاومة تميزة كان لها مآخز ولكن عند الخيارات الوطنية والستراتيجية يعني اللي نوافقين على نعم يعني محكمون بالأمل خلينا نضلنا هيك محكمين بالأمل ونشوف وأنه غدا لنظره قريب خلينا نشوف سيد سامير اسمح لي توقف عن مسألة النازحين التي يعني ستعقد على نية اليوم جلسة مجلس الوزراء هذا الموضوع كمان نفس السؤال هل يمكن للبنان أن ياخد هذا الأرار المصيري ويعني خلص هلي هيك بغد النظر عن رأي المجتمع الدولي لدينا الكدرة نتيجة ظروف البلد والأعباء يعني نتيجة النزوح لو كان هناك انتظام للمؤسسات ربما كان استوعابا واحتباءا كان أسهل كما جرى في كل الدول يعني إن كان في الغرب أو تركية أو دول الجوار أنا أعتقد لا يزال الغرب يمتلك هذه الورقة ويستثمر بها نعم المحاولات في الداخل تحتاج إلى تفاهم مع الدولة السورية ربما يساعد قليلا ولكن إذ لم تتخذ الدول الغربية قرارا بالعودة وشوفي التعوبير الآن العودة الأمنية الطوعية طبعا حتى الآن يستثمر بهذه الورقة الحكومة عم تحاول بس ولكن في نهاية الأمر يحتاج إلى تفاهم مع سوريا إذا استطعوا كلاهما عم نشوف زيارات عم بتكون بهذه الغطار يعني ممكن يعني يساعد على عودة قسم منه نعم بس ولكن القرار الفعلي والجدي هو عند الأمريكان يعني ما بعرف هل بتتخوف ما بعرف هل بتتخوف استاذ سامير أن يتحول النازحين السوريين إلى لاجئين مثل الفلسطينيين ما بعتقد يعني مبالغ فيها وهي جزء أحيانا من التهويل أحيانا بحطوها بفرضيات اللعبة الأمنية أحيانا ما بعتقد فيه خليني خليني بقول مرحلة انتقالية ما بعرف يعني شو بيعتبر الغرب كيف ممكن يستسمر بهذه الورقة عملو لنا اتفاق الكاهرة خليني نشوف في 2023 أي اتفاق بالدنيا موضوع مختلف تماما خاصة أنه أغلب النازحين السوريين لا تزال لديهم أرضا وبيوتا وكذا مبالغ فيها جدا كما يزري الحديث عن انتشارهم كحزام حول بعض المناطق حكي يعني مبالغ فيه وبحسوا بيشبه أنا أدوات التحليل القديمة يعني ما بشو اسمه هذا إذن هو ورقة ضغط على لبنان أم على سوريا استثمار هو على سوريا بشكل أساسي ورقة استثمار يعني أنا مثلا بتذكر بالانتخابات 2014 في سوريا كان الاعتقاد أنه بيقدروا ينخبوهم ضد الرئيس الأسد ما زبطت فيما بعد تلك الأميركي الآن نعم يعتمد استراتيجية التعايش مع الفوضى مع الواقع القائم الآن لم يزهب إلى حلول فلاش هو يجبوا يخلي حدثين يحلوا بس ولكن التفاهم لبناني السوري بيساعد كتير على الأقل قد يذهب يعني قصة منهم وخاصة هذا التحريد أنه يعني كلام العنصري العمالين بس علمها كمان سوريا لازم تساعد لأنه عندها على الأقل عشر محافظات فيها تعمل فيها دورة حياة واقتصاد كاملة ألا يمكن هي بدها مساعدات أو شيء بس لازم يضغطوا بهذا الاتجاه يعني للأسف هي متلك سوى طرح هيزيق الإشكالية بس بيقدر أيضا يعني تتفق بقية القوة يعني حج المزايدة كيف ممكن تتنظم هالمسألة للأسف استثمار يعني نحن وقتنا خلص وللأسف يعني بعد عشر سنين وعينا أنه لازم هذا الموضوع يعني يكون محل تشور ويعني يعادة العلاقات كانت في حولة اشتباك ولبنان كان جزء من هذا الاستفاك قسم هون وقسم هون يعني حولة الفوضى التي يعني كانت قائمة في المنطقة لا لا نحن كنا كنا بمخاط بكل المنطقة ولكن يعني مش بحالة عداء على كل حال إن شاء الله لنشوف اليوم الجلسة وبعض الظهر شو بدها تحمل من توصيات شوف يعني على فكرة يسجل لهزيق الحكومة نشاطة الحيوية قد ما بتقدر على الأخار اللي عندها وزارة عم يشتغلوا وأنا عطول بسميها تسمية صرت بحبة لها تسمية نحن كتير خلص وقت نحن 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 بما هو متاح ومتوفر نحن نحن استاذ الثامير الحسن الكاتب والمحلس السياسي شكرا جزيلا لحضرتك مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من السياسة اليوم شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء